زكي شريف انا بالنسبة اللي ناجم النجوم بدألك مصر خير كمان مرة عبر موقع شريع الفن انا اشتقتلك وجمهورك اشتقلك عبر هالموقع اللي دايما كنا مواكبينك ليوم لهيدا اليوم وحنضل ان شاء الله هيك نشوفك على مسارح اكبر واكبر واكبر بالبداية اشتقنا لك وانا اشتقتلك ويساعد لها بطلة وانت بالقلب لانو انت متل ما انت عم توقبني بتحبنا انا بحبك قد الدنيا لانا كمان انت باصلي ونظيف وحتى متابعينك انا بحبهم وموقعك كمان بجنن وعطول انت بتعطي الاخبار متل ما هي صادقة مش متل بيبهر وبيض وبيعمل قصص فان شاء الله هيك كمان لقدام وتوقبنا بقصص كون احسن واحسن ما نكون هيك عم نحكي عن شي قديم ما نلاقا داما ان شاء الله از ما نحكي بداية از ما نحكي شوي عن اشي جديد وما نحكي عن لبنان جديد كيف هيك بتشوف الوضع اللبنان هيك تمنوسع كتير كيف بتشوف لبنان بكرة انا صراحة زعلان بالعام صغير مش مبسوط لانو نحنا صح حبي ان احنا لبنان يطلع من الطواف بس انا اللي شايفه انه صعب نطلع من الطواف هي اول اشياء اول اشياء اتاني الشغلة مواضيع اللي عم تصير نحنا يعني في مواضيع صح في مواضيع عم نخرب بلدنا بيدنا يعني في في ناس ما بتتحمل ما بتتحمل ضغوطات ما بتحمل ما بتحمل يعني انا مسلا كشاب اليوم بقدر بقدر سكر طريق غيري مسلا بيكون شاب ومباريع بلا شغل بقدر سكر الطريق بس في ناس ممكن محتاجي في ناس بتعيش من يومية يوم ويومان شو بتعمل شو بتعمل من حيعوض لها دولة احنا حتعوض لها لا جعلوا حيعطيه مصاري لا ما حدا حيعوض لها ففي مشاكل عم تصير عنا باللبنان هيك بس هدف الهدف اللي نصله شان ندر نصله سقطت الحكومة هلا طب المحكومة الوقت اللي سقطت بطل فينا حق ما طلبنا طب هاي مشكلة كمان زيادة ان شاء الله الامور اللي تتحرك الدول مثل يعني بشكل سريع يلموا الموضوع بشكل سريع حتى ما نحنا نخرب بلدنا كمان العالم عم تجوع وحرام ان شاء الله هيك اللي بنا يرجع يرجع متل احنا بنعرف ويرجع احسن ما بنعرف ازا هيك من نسي شوية العالم المشاكل ببداية اللقاء هيك ونسمعهم هيك مويل صغير شو نسمعهم هيك ننسيون شوية الحال اللي كلنا عايشينا نقول لا سألوني شو صاير ببلد العيد ومزروعة داير نار وبواريد ازا كمبعف انك عم بتحضر يمكن اغنية جديدة منفردة بعد يمكن بعد ما اخترت اي واحدة هتطلع هتبصر النور ولكن مش هلا تشوف اجواء تتصير احسن ولكن قدي صعب هلا بعد الغيبة والرجعة انك تنقل اغنية وتكون هي الصح ان تكون هيدا هي ما تكون في عرجة جديدة صحيح هذا الموضوع اللي مأخرني صراح هذا اللي عم تحكي عنه عند الرابط على الوجع هذا الموضوع موجود اكتر من اغنية بس انا خايف من الاختيار الرجعة هذا الشي اللي مأخرني فانا عشناك عم بتقنى لحتى ما ارجع بشي ضعيف بعد الغيبة ارجع بشي لق يعني سمع الناس وليق بانا لانا كشير بيلبيلي متل احساسي وشغف اللي انا حاب ارجع فيه شفنا اليسا نزيت عبيروت واصل في عندي يمكن شوية مشاكل لما التقت مع المتظاهرين ايه هذا الموضوع ايه سمعت انا بالموضوع يمكن هي لانه عطت رأيه اكتر مرة اكتر مرة ان هي عنده طرف سياسي عشان هي كان بده ان يكونوا انه نحنا ضد الكل ما بدنا حدا يمكن نكون مسياسي يمكن من هالموضوع اما اسمعت عم تحكي ان هي مع المظاهرات مع الشعب اللبناني مع العلم اللبناني بحق الله يعني كل واحد بحق له كلبناني عبر على رأيه ما حدا في امنا حدا يعبر على رأيه اليوم يمكن جواتها مثلا بتشوف حدا بناسبة يمكن هي بها الحركة حابة تطلع من هالجول الطائفي يمكن ما بتعرف منها هي ما في تحكم بمشاعر الناس فمش بس لي ليسا نزلت نزله اكتر ممثلين وطربين كل كل نزله وشاركه وشجعه فكل واحد بحق له عبر على رأيه ما حدا في امنا حدا اليوم قلت له ان بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب العنيد ترجمة نانسي قنقر